قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن الأوضاع الدولية غير مستقرة وتؤثر بشكل كبير على آسيا الوسطى وأضاف بعد لقائه نظيره وزير الخارجية كازاخستان أن روسيا لديها موقف موحد مع كازاخستان ضمن معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز الأمن بالمنطقة من جهته أكد وزير الخارجية كازاخستان مراد نورتليو أن تعاون الاستراتيجي مع روسيا أولوية لسياسة كازاخستان الخارجية ينظر مجلس الدومة في مشروع قانون يتضمن إنشاء سجل موحد للأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية كما يقدم استدعاءات إلكترونية ووفقا لوسائل إعلام روسية سيحضر على كل من تلقى شعرا عسكريا بالاستدعاء مهدرة روسيا حتى مراجعة أوراقه في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري النقص في الكفاءة العالية يعتبر التحدي الرئيسي لسوق العمل الروسي ورغم وجود شواغر كثيرة إلا أن الشركات تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة لتصبح فترة العثور على موظف طويلة بحسب دراسات أجرتها شركات موارد بشرية في روسيا ندرة الأيدي العاملة وغياب أصحاب الكفاءات إضافة إلى العقوبات ورحيل أرباب الأعمال الأجانب باتت عوائق أمام الشركات في سوق العمل الروسي وباتت فترة العثور على موظف مؤهل طويلة بحسب دراسات أجرتها شركات موارد بشرية روسيا هناك الكثير من الوظائف الشغيرة حاليا لكن الصعوبات تكمن في نقص الكفاءات ليس هناك تقدير لقيمة المهن أو الوظائف وهناك ضرورة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير الكفاءات مجالات عديدة تعاني نقص الموظفين من بينها الطب والطاقة وتكنولوجيا المعلومات بينما لا تحاول الشركات العثور على كوادر جديدة بقدر ما تحاول الحفاظ على ما لديها ليس لدى شركتنا مشاكل مع الكوادر لكن هناك اتجاه لتكنولوجيا المعلومات ونحن نعمل على إنشاء برامج في مجال حماية العمال والنقل ونواجه نقصا في الكوادر وهذا مرتبط بقلة عدد الخريجين ذوي الكفاءة السلطات الروسية تسعى لإيجاد حل للوضع في سوق العمل لتخصص ما يعادل نحو 30 مليون دولار لإعادة تدريب المواطنين كجزء من تدابير الدعم بالتوازم اقتراب مستوى البطالة إلى عتبة 4% حسب الأرقام الرسمية ظاهرة نقص الموظفين المؤهلين ليست وليدة الأزمة الأوكرانية بل هي أقدم وفق خبراء الموارد البشرية ولكن ما يحدث الآن يفاقم مشكلة كانت موجودة أصلا ولم توفق السلطات في التعامل معها سابقا فهل تتمكن من حلها اليوم؟ ديالة الخليلي، الشرق، موسكو إذن للمزيد نعود إلى ديالة الخليلي ومراسلة الشرق في موسكو إلى ديالة أهلا نسال بك معنا في هذه النشرة الوزير الخارجية الروسي اليوم يلتقي بوزير خارجية كازاخستان ودار بينهم الكثير من الحديث ماذا عن آخر التصريحات لديك ديالة؟ نعم، اليوم كان هناك محادثات بين وزيري خارجية روسيا وكازاخستان وهذه المحادثات الأولى لوزير الخارجية الكازاخستاني في منصبه الجديد خلال هذه المحادثات تم تطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية لوفروف، وزير الخارجية الروسي، أشار إلى أن التحالف بين موسكو وأستانا يعتبر عاملاً مهماً في استقرار منطقة آسيا الوسطى مشيراً إلى أن الأوضاع في العالم غير مستقرة وهي قد تؤثر بشكل سلبي على آسيا الوسطى وأشار إلى أن هناك علاقات جيدة جداً تجمع موسكو وأستانا وأشار إلى أن البلدين سيعملان على تطوير البرنامج النووي للأغراض السلمية والغاز وزير الخارجية الكازخستاني بدوره أشار إلى أن حسن الجوار والعلاقات الطيبة والشراكة الاستراتيجية تجمع كل من موسكو وأستانا وأشار إلى أن هناك برامج ومجالات كثيرة تتعاون فيها البلدين كذلك خلال سؤال انطرحه أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي حول تأثيرات الدول الغربية على كازخستان وزير الخارجية الروسي لوفروف أشار إلى أن هناك محاولات من بعض الدول خاصة دول الغربية ومسؤولين من هذه الدول الغربية الذين زاروا مؤخراً إن كانت كازخستان أو دول مجاورة أخرى في حال قامت هذه الدول الغربية التي ليس هناك بينها وبين روسيا علاقات جيدة في محاولة لزعزعة العلاقات الروسية الكازخستانية لوفروف في هذا السياق أشار إلى أن روسيا ستقوم بالرد ويعني جميع الدول فيما بعد فضاء الاتحاد السوفيتي إن كان كازخستان أو أسبكستان ودول أخرى على علم بأن روسيا سترد على هذه الاستفزازات لأن هذه العلاقات بين روسيا في الوقت الحالي وحين الاتحاد السوفيتي متواصلة كذلك تم الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين موسكو وأستنى ارتفع ووصل إلى 26 مليار دولار وهناك رغبة في مواصلة التعاون بين البلدين لرفع هذا المستوى التبادل التجاري وتطوير التعاون في كافة المجالات أكثر بين البلدين نعم شكرا لك ديالة الخليلي مراسلة الشرق من موسكو شكرا جزيلا لك